أدانت منظمات ومؤسسات إسلامية عدة اعتداء أحد المتطرفين على مركز إسلامي في مدينة مونتريال الكندية نشر ملتقى المسلمين الكنديين أمس السبت عبر قنوات رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يحاول الاعتداء على المركز الإسلامي في بلدة فيردو في مدينة مونتريال الكندية أثناء صلاة الجمعة الماضية وندد الملتقى بالاعتداء الذي وصفه بأنه حدث في ظل وجود عناصر من شرطة الأمن وقال الملتقى في بيان إن الرجل وجه شتائم للدين الإسلامي وللنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن التلفظ بتهديدات ضد المسجد والمصلين الموجودين فيه حذر البيان من تصاعد الإسلاموفوبيا بشكل حاد مما قد يجعل أمن المسلمين في خطر وطالب السلطات بالتدخل لمعالجة هذا الأمر حسب البيان مناشدا أهل المجتمع المحيط بالمساعد القضائي على هذه الظاهرة من جانبه أعلن المجلس الوطني للمسلمين الكنديين تضامنه مع المجلس الإسلامي في مدينة فيردو منتقدا الإسلاموفوبيا والكراهية أضاف في بيان على حسابي في تويتر نحن على دراية بالحادثة وعلى تواصل مع ملتقى المسلمين الكنديين ومع إدارة المسجد ونحن متضامنون معهم ضد جميع أشكال العنف والمسلمين والإسلاموفوبيا وبينما ننتظر اكتمال تحقيق الشرطة نشعر بقلق بالغ وبصدمة من هذا الحادث ترجمة نانسي قنقر